الحقيقة محدش كان متوقع من الرئيس يقول الكلام ده والحقيقة انه يعني الطبيعي بقى انه نقول كلام حلو عشان محدش يزعل والحقيقة انه بيواجه بكلام بيوجع جدا ولكن هو بيفتح الجرح وبيفتح الدفاتر زي بقولتلكم بيفتح الدفاتر وبيقول لا يا جماعة انا مش هسكت على الكلام ده انا مسؤول عن هذا البلد انا فتحت كل الدفاتر ومش هقبل لا اهضار ملعام ولا فيلال ولا شليهات تتبني على ارض المصانع ولا مكافئات بلا عائد لمجلس الادارات مجلس ادارات فشلت في الادارة وقال جملة مهمة جدا بأمرت ايه يعني الحقيقة انا بجد ده كلام واضح وصريح وكياما فتحنا قضايا لشركات بيصر يعني بتخسر والناس بتقولك فين الارباح هي بتخسر وبتاخد ارباح طب طب يعني ازاي يعني الارباح على الانتاج لما تكسب تاخد ارباح لكن لما تخسر تاخد ارباح وبعدين بتاخدها منين الحقيقة انت متخداش من الشركة انت بتاخدها من جيبانا لان انا اللي بدفع الدرايب ما هي اللفة كده انا بدفع الدرايب وغيري بيدفع الدرايب انت ما بتاخدهاش من الشركة لان الشركة خسرانا انت بتاخد يا ميني انا وبتاخدها بدل ما ابني بيها مدرسة وبدل ما اعمل بيها مستشفى بدل ما احسن بيها عطرة ونتكلم على القطارات لا لا فيه وقفة فعشان بس ده كلام واضح عشان من الواضح ان حيبه فيه موجهة واضحة لكن الرئيس قال اي اصلاح مش على حساب العمال ومع ذلك انا لن اقبل بهذا الوضع ومرة تانية اطالب بيه دخول القطاع الخاص القطاع الخاص بقى هنا اظن ان السيد رئيس الوزراء بعد كل الكلام ده محتاج يعمل جلسة مع القطاع الخاص ومع الغرف ومع كل المسؤولية القطاع الخاص ويقول لهم ها مطالبكو ايه وضعوكو ايه مشاكلكم ايه مشاكلكم ايه ايه اللي يخليك تدخل وتستثمر وتساعد هو عنده اكيد مشاكل هو عنده اكيد مشاكل عنده مشاكل بيروقراطية مش عارف يجيب الارض منين مش عارف يخش يستثمر ازاي مش عارف القرار هيكون قرار مين عنده مشاكل ونبقى بندحك على بعض لو قلنا القطاع الخاص ما عندوش مشاكل عنده مشاكل هيكلية لازم نواجه وده دور الحكومة بقى يكون فيه بقى وزير استثمار يقوم بهذا الدور السيد رئيس الوزراء يجيب القطاع الخاص ويقعد معاه زي ما عرف يدخلهم في الإسكان وده ده واضح يدخلهم في الصناعة وهو علشان يخشوا في الإسكان كان فيه جلسات كثيرة جدا وكان فيه قرارات مهمة قدر القطاع الخاص منها أنه هو يدخل في الإسكان ويبقى متحمس أنه هو يشارك في عمليات التنمية سواء إسكان أو إنفرستركتشر أو بنية تحتية طب باقي القطاعات هو مش داخل فيها ليه هنا السيد رئيس الوزراء ده دوره أنه يدخل ويقعد ويقول يا جماعة ايه مشاكلكم أظن أن هناك دراسة بتعدها جامعة القاهرة لذلك وعدد من الجامعات عشان تقول يا جماعة ليه هذه مشاكلنا احنا مش عارفين ندخل ليه ما عندناش كذا حاسين إن فيه منافسف كذا يقولوا الكلام بوضوح لأنه الرئيس قالها مئة مرة احنا محتاجينكم أرجوكم تعالوا التنفيذ بقى دور الحكومة ترجمة نانسي قنقر